موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مرحبا بكم أعزاء المشاهدين في حلقة جديدة نتحدث فيها عن عالم من علماء حضر موت وفقيه من فقهائها إنه أحد الإصاميين النوابغ الذين وصلوا إلى المجد وإلى القمة وعن طريق الكدي وعن طريق الجدي والإجدهاد إنه العلامة محمد بن عمر بحرق ولد هذا العالم بحضر موت في خمسة عشر شعبان من عام ثمانمائة وتسعة وستين من الهجرة وتلقى أول تعليمه على الفقيه محمد بن أحمد باجرفيل من علماء غيلي باوزير الذي يرقد أي مقبور بجانب الشيخ عبد الرحيم باوزير في الغيل تلقى أول تعليمه عند هذا الشيخ ثم شد عصى الترحال إلى عدن ودرس هناك على علمائها الذين من أبرزهم الإمام عبد الله بن أحمد با مخرمة والإمام محمد بن أحمد با فضل وكانا متصدرين للتدريس كما التقى بالإمام الحبيب أبو بكر بن عبد الله العيدروس وما أنهى تعليمه في عدن إلا وشد رحله مرة أخرى إلى زبيد إلى كعبة العلم اليمنية وأخذ هناك عن علمائها ومن أبرز من أخذ عنه الإمام الصائر والسيد حسين الأهدل ثم غادر الديارة اليمنية وقصد الحجاز في رحلة علمية إلى جانب أدائه للنسوكين وأخذ هناك بمكة المكرمة عن الحافظ الإمام السخاوي وهو محدث معروف مشهور ذكر الشيخ بحرق في كتابه الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع وذكر في كتابه هذا أنه تزوج عند بابنتي حمزة الناشري وهو أحد علماء زبيد وممن تلقى عنهم الشيخ بحرق العلم أيضاً وما أن أنهى تعليمه هناك أي في الحجاز عاد إلى مسقط رأسه حضر موت والشحر خصوصاً وتقلد وظيفة القضاء بها فكان قاضياً عادلاً حمدت أحكامه واشتهر عدله وبعد صيته لكن في يوم من الأيام تدخل الأمير مطران الذي كان عاملاً وأميراً في الشحر للبدر أبي طويرق فتدخل هذا الأمير في شؤون القضاء فما كان من الفقيه بحرق إلا أن يقدم استقالته وعزل نفسه عن منصب القضاء وذهب بعدها إلى عدن لما كان منشغلاً بالقضاء في الشحر كان على جانب عظيم من التدريس ومن الإفادة ومن الإفتاء إلى جانب توليه القضاء حتى أثنى عليه العلماء ووصفه بعضهم بأنه هو بحرق لكن لو حدفنا القاف صارت بحراً فخاطبه بقوله لأي المعاني زيتت زيدت القاف في اسمكم وما غيرت شيئاً إذا هي تذكر لأي المعاني زيدت القاف في اسمكم وما غيرت شيئاً إذا هي تذكر لأنك بحر العلمي والبحر شأنه إذا زيد فيه الشيء لا يتغير فالبحر إذا وقع شيء فيه لا يتغير لأن ماءه كثير وهذه مسألة فقهية هو الطهور ماءه الحل ميتته وبحرق بحر زادت القاف فيه فلم تغير من غزارة علمه شيء فهو بحر وإن زادت فيه القاف وأثنى عليه شارح القاموس القاموس المحيط في اللغة العربية شرحه الإمام الزبيدي في تاج العروس شرح القاموس قال محمد ابن عمر ابن مبارك بحرق علامة اليمن ذكره هكذا عرضا عندما كان يتحدث عن من اسمه محمد لهذا الإمام مشاركات علمية في كثير من العلوم وألف كتبا كثيرة من مؤلفاته في العقيدة ومؤلفات له في الفقه ومؤلفات له في النحو وفي الصرف وفي الطب في التجويد وفي التصوف وتعددت الأغراض التي كتب رحمه الله فيها فله أكثر من ثلاثين مصنفا منها في العقيدة كتاب يسمى العقيدة الشافعية شرح العقيدة اليافعية وقد رد على المعتزلة في كتاب سماه عقد الدرر في الإيمان بالقضاء والقدر ورد عليهم أيضا في كتاب سماه العقد الثمين في إبطال التقبيح والتحسين هناك ظاهرة يتحدث عنها علماء الأصول وعلماء التوحيد وهي هل الحسن والقبح شرعي أو الحسن والقبح عقلي يعني كيف ندرك أن هذا الشيء حسن وذاك الشيء قبيح هل تحكم بذلك العقول أو يحكم على ذلك الشرع ويأتي العقل تابعا ومؤيدا للحكم الشرعي قال الإمام سبكي وحكمت المعتزلة العقل لكن الأشاعر وأهل السنة والجماعة يقولون التحسين والتقبيح شرعي وللإمام بحرق كتاب خاص في هذه القضية أبطل فيه ما يذهب إليه المعتزلة وأثبت أن الحسن والقبح إنما هما شرعيان سماه العقدة الثمين في إبطال التقبيح والتحسين له في الفقه كتب منها شرح على العدة والسلاح في فقه النكاح سماه الإصباح وله فتاوى فقهية أيضا وله في علم الصرف ثلاثة كتب الثلاثة الكتب شرح فيها لامية الإمام إبن مالك هذه اللامية في علم الصرف الشرح الكبير الشرح المتوسط الشرح الصغير ولا زال الصرفيون ينقلون تحت مسمى الشارح الحضرمي سيأتي معنا أن بعضهم عندما يتحدثوا عنه وينقلوا عنه ما يتحدثوا عنه في علم التجويد يسميه الشارح اليماني لكنهم في كتب الصرف يسمونه الشارح الحضرمي لأنه شرح لامية إبن مالك في تصريف الأفعال بثلاثة شروح كبير ومتوسط وصغير وذهب المحشون المصريون يحشون على هذه الكتب فالابن حمدون حاشية على الشرح المتوسط وللرفاعي حاشية على الشرح الصغير واشتهرت هذه الحواشي في البلدان أتوقف معكم مع فاصل قصير لنعود ونكمل ما تبقى معنا من حيات عالمنا بحرق رحمه الله تعالى عود على بدء من فاصل قد ذهبتم معه لنكمل ما تبقى من مؤلفات إمامنا بحرق رحمه الله تعالى فقد ذكرنا أن له مؤلفات في العقيدة وفي الفقه وفي الصرف وفي النحو أيضا شرح ملحة الإعراب للإمام الحريري وتلك المنظومة التي تسمى ببنت الليلة لأنه نظمها في ليلة واحدة عنده ابنة صغيرة لم تنم في تلك الليلة فما كان مع الإمام الحريري إلا أن ينظم علما نحو في ليلة واحدة ويعلل ابنته بالأبيات التي يقولها شرح هذه الملحة الإمام بحرق في كتاب سماه تحفة الأحباب وطرفة الأصحاب في شرح ملحة الإعراب أيضا شرح الجزرية في التجويد والعجيب في أمره في هذا الشرح أنه ذكر نتائج سبق بها علماء الصوت اللغوي الحديث علماء الأصوات بعد أن استعانوا بنتائج ظهرت لهم بالآلات الحديثة وأدخلوا الأصوات عبر الاحتزاز الوترين الصوتيين في الآلات وعن طريق الحاسوب توصلوا إلى نتائج بعض من هذه النتائج قد سبقهم إليها بحرق في شرحه على الجزرية ولقد لفت نظري أستاذي وشيخي الدكتور غانم قدوري حمد هو شارح الجزرية وله مؤلفات في علم التجويد قال لي أريد زيارة بيت قال بحرق قلت له أولا هو بحرق وليس بحرق قال نعم لهذا الرجل نتائج في علم الصوت اللغوي سبق بها المحدثين من علماء الأصوات منها أنه قال أن الفتحة نصف الألف مع أن علماء الصوت اللغوي يشيرون إلى إشارة سبقهم بها ابن جني في كتابه الخصائص يقول اعلم أن الحركات بعض حروف المد لكن بحرق يحدد تلكم البعضية في كتابه هذا شرح الجزرية والشرح مع الأسف الشديد ليس موجودا لكن أستاذنا هذا بحث عنه فوجد منه نسخة في الهند وجاء بتلك النسخة مؤخرا طبعا ينقل عنه الشارح الجزرية المحدث علي القاري ويسميه الشارح اليماني فينقل عن شرحين شرح للشيخ زكريا الأنصاري ويسميه الشارح المصري وشرح لبحرق الحضرمي ويسميه في كتابه هذا الشارح الشارح اليماني تعددت كما قلنا مؤلفات الإمام بحرق وكثرت وله في الحديث أيضا مؤلفات من ضمنها أنه اختصر أذكار الإمام النووي أسرار النبوية في اختصار الأذكار النووية اختصر الترغيب والترهيب للحافظ المنذري اختصر المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي وله كتاب في الطب صغير وله حلية البنين والبنات فيما يحتاج إليه معلم الأطفال وله كتب كثيرة متعددة في جوانب مختلفة من جوانب المعرفة ومثلما أن الإمام بحرق فقيه ومحدث هو أيضا أديب طبعا ذهب بعد أن كان في الشحر إلى عدن وقصد مرة أخرى إلى زبيد وهناك شيد حاكم زبيد مدرسة فقال قصيدة يمدحه بها قال فيها أبا الله إلا أن تحوز المفاخراء فسماك من بين البرية عامراء عمرت رسوم الدرس بعد دروسها وأحييت آثار الإله الدواثرة إلى آخر تلكم القصيدة العجيبة هاجر من الشحر بعد أن اختلف مع أميرها وبعد أن عزل نفسه عن القضاء ذهب إلى عدن فحظي هناك بكل تقدير واحترام عند حاكمها فحصل له عنده جاه وأكرم وأكرم مثواه وحظي عنده بكل رعاية وعناية فأقبل عليه الطلاب وبعد أن مات حاكم عدن وعدن كانت قبلة في القرن العاشر أو بين القرن التاسع والعاشر للعلم والعلماء فما من عالم في ذلك الوقت إلا ويذهب إلى عدن ليتلقى العلم هناك لأن الدولة الطاهرية كانت على جانب كبير من الاهتمام بالعلم وبالعلماء بعد أن توفي حاكم عدن الذي هو صاحب للإمام بحرك ذهب إلى الهند فحظي عند حاكمها هناك أيضا بكل إجلال واحترام وما هي إلا ثلاث سنوات حسده الحساد في الهند فمات رحمه الله مسموما في الهند في العشرين من شهر شعبان فولادته في الخامس عشر من شعبان ووفاته كانت في العشرين من شعبان سنة ثلاثين بعد التسعمائة من الهجرة هذا ما يتعلق بعالمنا وإمامنا العصامي الإمام محمد بن عمر بحرك فنسأل الله أن يغفر له وأن يبل ثراه بصبيب الرحمة والرضوان وأن يسكنه أعلى فراديس الجنان وإلى اللقاء بكم في حلقة قادمة ومع إمام وعالم وفقيه من علماء وفقهاء حضر موت موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة